إلى صحيفة الشرق الأوسط انخفاض مخزون بريطانيا من الذخيرة بشكل خطير بسبب حرب أوكرانيا حذر برلمانيون بريطانيون من أن إعادة بناء مخزون بريطانيا للمتضائل من الذخائر بعد الحرب في أوكرانيا قد يستغرق عقدا على الأقل مما يعرض الأمن القومي البريطاني للخطر ونقلت وكالة بي اي ميديا البريطانية عن لجنة الدفاع في مجلس العموم أن بريطانيا وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي نيتو سمحوا بانخفاض احتياطاتهم من الذخيرة إلى مستويات خطيرة في الوقت الذي يسعون فيه إلى إبقاء كييف مزودة بالذخيرة في كفاحها ضد الغزو الروسي وقالت اللجنة إن الطريقة التي تشتري بها الحكومات الغربية أسلحة غير متناسبة للغرض وحثت وزارة الدفاع على وضع خطة عمل لتقليص الوقت اللازم لاستعادة مستويات مخزوناتها وتابعت من الواضح أن المملكة المتحدة وحلفائها في النيتو سمحوا بتقليص مخزوناتها من الذخيرة إلى مستويات منخفضة بشكل كبير جدا واضفت أنه في حين أن روسيا تواجه أيضا تناقصا في مخزوناتها إلا أن الخصوم الآخرين يستطيعون الاحتفاظ بمخزوناتهم وربما زيادتها وختمت عدم قدرة المملكة المتحدة على استعادة مستويات مخزوناتها يعرضها للخطر ليس فقط في قدرتها على إعادة تزويد أوكرانيا لكن أيضا لمواجهة أي تهديد لأمنها اشتركوا في القناة